تصار غزة الذي فرض على أهلها لم يترك شاردة ولا واردة إلا وخلف آثاره المدمرة عليها اليوم وبعد 13 عاما يعاني العديد من فئات المجتمع الضعيفة أوضاعا صعبة بسبب ما يسمى سياسة تشفيف الدعم والمنابع المالية عن القطاع فداخل أبواب هذا المعهد المتخصص في تقديم الرعاية للأيتام يواجه العشرات من رواده مصيرا مجهولا في ظل شح الموارد التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي على غزة قطاع الأيتام الذي يعتمد باعتماد كبير على الكفالات التي ترد إليه من المتبرعين من الخارج للأسف نتيجة الظروف الصعب في قطاع غزة ونتيجة الحصار الاقتصادي هذه التبرعات توقفت من كثير من الدول وذلك نتيجة الحصار على قطاع غزة كما أن الكثير من البرامج والمشاريع التي كانت تستهدف الأيتام في قطاع غزة توقفت فالسياسة تشفيف الدعم المالي المقدم إلى قطاع غزة التي يمارسها الاحتلال والمنظومة الدولية التي تسانده أدت إلى تقليص الدعم المقدم إلى آلاف الأيتام الذين تتزايد أعدادهم بفعل العدوان والحصار عدد الأيتام في قطاع غزة بلغ حوالي 27 ألف يتيم موجودين في قطاع غزة طبعا مقسمين ما بين أيتام عاديين وما بين أيتام حروب أيتام الحروب الثلاثة ما بين 2008 حتى 2014 بلغ 3034 يتيم هلاء الأيتام طبعا يطلقون مساعدات خاصة عبر مؤسسات أسر الشهداء والجرحة ويتعمد الاحتلال وزيادة معاناة سكان غزة ولم يوفر حتى أولئك الضعفاء منهم كالأيتام عبر قرارات منع الدعم المادي تارة أو العدوان المباشر تارة أخرى أحمد شردان غزة الميادين